موسيقى سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم تحية طيبة تحية عراقية لكم بأي مكان أنت موجود هاليوم بنعمة الرب رح نتأمل بموضوعنا بماذا أنت متمسك شنو اللي أنت متمسك بي رح نقرأ من سفر أعمال الرسل صاح الأول والعدد من ستة إلى ثمانية مكتوب أما هم المجتمعون التلاميذ اللي كانوا مجتمعون حول المسيح فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض سبب من الأسباب رفض اليهود للمسيح أنه هو مكان الملك السياسي المحرر الذي رادوا يحررهم من حكم الرومان المحتل في ذاك الوقت وهذا نرى بكل وضوح في الإنجيل ونرى أن المسيح يرفض أن يتوج ملكا على شعب واحد في حدود أرضية جغرافية واحدة التلاميذ بعد الألاقة طولت تقريبا ثلاث سنوات ونص يسألون هذا السؤال وهذا السؤال سؤاله وقت المسيح ليس عاد إلى السماء الإنسان الجسدي متمسك بالعالم والأرضيات بينما الإنسان الروحي متمسك بالسماويات جواب المسيح كان باختصار لا تضيعون وقتكم بالأرضيات أنتم مدعوون لموضوع أسماء وأكبر من الأرضيات وقت اللي راح يحل عليكم الروح القدس راح تتغير فكرتكم راح تتغير رؤيتكم راح يكون عدكم أهداف السماوية راح يكون عدكم هدف أوسع اللي هو ملكوت الله لجميع العالم شنو أنت متمسك باليوم شنو اللي مانعك أنك تعيش مع المسيح اتمنى ما يكون شيء أرضي ومؤقت وزائل هاليوم المسيح بيدعوك أنه في عندك فرصة بتعيش لملكوت السماوات بالعالم اللي احنا عاشين به العالم محتاج دورك ودوري في ملكوت السماوات الله يريد فعلا يوسع ملكوته من خلال الكنيسة يتمسك بالمسيح اليوم دعني نصلي هذه الصلاة ونقول لي يا رب ساعدنا أن نكون فعلا متمسكين بالسماويات ونعلن عن السماويات بالعالم اللي احنا عاشين به يا رب العالم محتاج إلى ملكك انت يا رب ملك العالم هو وقت وقت وقتي وزائل لكن يا رب ملكك هو أبدي ونقي وقدوس باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين الرب يباركك منشوفك قريبا اشتركوا في القناة